في إطار الجهود الأوروبية لدفع الساسة اللبنانيين للاتفاق على حكومة لانقاذ البلاد من انهيار اقتصادي أكد دبلوماسيون أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يعكفان على أعداد مقترحات قد تصفر عن فرض عقوبات على مسؤولين في هذا البلد الذي يتعرض لأسوأ أزمة سياسية ومالية منذ الحرب الأهلية ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم أن فريق وزير الخارجي الفرنسي جان إف لودغيان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان لكنها لم تنجح بعد في دفع التيارات والأحزاب على الاتفاق على حكومة ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتتفق مساعدات أجنبية وأشار لودغيان لنواب البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء إلى أنه يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية محذرا من العواقب في حال لم يضلع الساسة بمسؤولياتهم وكان انفجار ضخم في مرفأ بيروت قد دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية في شهر آب ولم يجري بعد تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعض الحادثة وذلك في وقت تركت فيه عقود من المحصوبية والفساد وسوء الإدارة البلاد على شفى الإفلاس ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فإن أكثر من 55% من اللبنانيين عانوا من الفقر في عام 2020 مقارنة ب28% في العام الذي سبقه وسط تدهور الاقتصاد وانهيار سعر اللير أمام الدولار وارتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400%